اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي يوم 22 قبل ايام كان احتفال العالم باحد ايام الامم المتحدة اللي معمم على كل دول العالم واللي هو اليوم الدولي لاحياء ذكرى ضحايا العنف القائمة على اساس الدين او المعتقد وكل عنوان بهذا الشكل يحتفون بالاسف يعني يذكرنا بمآسي كبيرة حصلت في العراق يذكرنا بكارثة كبيرة والاسف الشديد ايضا ان هؤلاء اطراف العملية السياسية الذين هم شاركوا بكل هذه المآسي التي حصلت للعراقيين وكانوا يعني يتحملون وزرها من الفة الى الياء هم ومن عاونهم ومن احتل العراق طبعا سواء الامريكان او الايرانيين اللي يحزن اكثر ان هؤلاء يبدأون يسوقون لانفسهم على اساس انهم مجموعة من البشر ويحملون المشاعر الانسانية ولا يقبلون ويزورون القضاء ويذهبون بالموضوع باتجاهات اخرى لم يعاني بلد بسبب يعني ضحايا العنف القائمة على اساس الدينة والمعتقد مثل العراق لانه منذ عام 2003 وانا اقصد هاي العشرين سنة اللي موضت منذ عام 2003 لحد الان لم يتسيد الساحة فكر غير الفكر الطائفي ولم تتكئ كل هذه القوى التي في العملية السياسية الا على الفكر الطائفي كلما حست ان الميزان قد مال ذهبوا الى الطائفي وتابعوا حاديث المالكي والعامري وكل الفياض وغيرهم كلهم وعمار الحكيم ومقتدأ وكل ستجدون مملوء بالطائفية ولا هذا الشعب الجميل اللي مصالح مع نفسه مصالح مع نفسه طول عمره وعاش قرون ما عنده مشكلة ما عنده فكرة يعني ما عنده مشكلة اسمها شيعي وسني وكردي وعربي مسيحي ومسلم ما عنده هذه المشكلة وهذا صابي وهذا تركماني وهذا ما عرف منه فهذا يزيدي ما عنده هاي المشكلة بعد 2003 ظهرت هذه المشكلة من اظهرها هم يقولون بانفسهم يقولون جئنا بدون جمهور وما أننا غير الطائفية نتكع عليها واتكأنا على الطائفية وكنا استدعمهم من ايران لهذا الغرض والآن وصلونا إلى هذا الحال وتشكيل هذه الميليشيات وما يسمى بالحجد الشعبي وهذا كل جزء من هذه الفكرة الطائفية التي تريد أن تحكم العراق وتأكل العراق كالغول هذا واقع الحال ومن عام 2003 منذ احتلال العراق بدأت خطوات سريعة ومتسارعة من قبل الميليشيات من قبل القوى الطائفية بالانتقام من الناس بالتفرقة والفكر وشاعة الفكر الطائفي وشاعة الفرقة وشاعة التفريق والاجتثاف واضح هذا وصلنا إلى عام 2006 كان عام مفصلي حقيقة عندما تم تفجير المرقدين في سامراء بأيدي المخابرات الإيرانية والأمريكان اعترفوا بهذا وكل القوى التي تحكم العراق تعرف هذا دعنا من قاعدة فجرتها معرف منه القاعدة وغير القاعدة والإرهاب جزء من هذه المنظومة التي دمرت العراق لكن أريد بهذا التفجير أن يكون بداية لانطلاق قطار هكذا أسميه قطار الطائفية على سكتها ليسحق جميعا يسحق من من يدعون أنهم مخالفين لهم لذلك شهدنا حرق جوامع سحل قتل دبح الجثث كانت في الشوارع يومية 300 و400 جثة في الشوارع حرق لم نشاهد لم نسمع في يوم من الأيام أن العراقيين يستخدمون الحرق وإذا بنا يوميا حريق في كل مكان يقتلون ويحرقون وهذه ليست من صفات العراق وليست من طباعهم العراقي لا يعرف الحرق ولا يعرف القتل بهذه الطريقة قتل وذبح وتهجير وأكثر من 150 ألف من السنة قتلوا في تلك الأيام هجرت الناس من البصرة إلى كل المدن إلى بغداد هجرت من بيوتهم قتلوا وذبحوا مئات الآلاف يعني آلاف عشرات الآلاف مطاردات والناس هربت والجثث في الشوارع والصراخ يهدمون الجوامع ويهتفون بسم الله وأنت تستغرب ما الذي يحصل هل هؤلاء هم من أبناء العراق هل هذه صفات العراقين لا أبدا أبدا العراق عمره ما كان لا حقود ولا قاتل ولا طائفي ولا مجرم ولا يحرق ولا أبدا هناك فكر غريب وشاث اجتاح فراح الضحايا العنف على أساس الدين والمعتقد عشرات الآلاف من الناس العراقين وهجروا والناس أربت إلى الخارج وتركت بيوتها وتركت أموالها وناس اختطفت وغيبت وراحت وما حد يدري وين تهجير وتدمير واستيلاء وسرقة والميليشيات تسرح وتمرح والكل يريد أن ينتقم الناس قامت تخاف حتى من أسماءها حتى اسمك تخاف من عنده أنت لا ما يقنع بالشارع لأنه أي سطرة توقفك تسألك اسمك أو تشوف لهوية مالتك ربما لقبك العائلي لقبك العشائر يمكن يجيب لك مشكلة كبيرة وأنت كنش ما تسويه وتقتل بسببه وتذبح هذا الذي حصل في العراق لذلك نقول أنه مثل هذا اليوم ذكرى هذا اليوم يحيي في نفوس العراقين الأساء والضيم والقهر يتذكرون كم كانوا الشيع والسني والعربي والكردي يعيشون مع بعضهم وبالصراء والضراء بالفرح مع بعضهم وبالحزن مع بعضهم ولا يفرقهم أحد ولا هذا مسيح ولا هذا مسلم ولا هذا كردي ولا هذا صابعي ولا هذا يزيدي ولا هذا تركماني ما أحد يعرف ما أحد إلا شغل في هذه القضية أكو عراقي لكن عندما ارتفعت الرايات الصغيرة وصارت هي الأساس والراية الكبيرة لا سوخذ بالأقدام وقالوا أن هذه راية يعني غير صالحة للعراق راية مظللة ودى سهب بأقدامهم اللي هي الراية الواحدة اللي ظلل الجميع عندها كان القتل وحشغول يتجول في شوارع العراق مع الأسف الشديد ويذبح الناس على أسماءها على دينها على مذهبها على انتماءها على عشيرتها هذا الذي حصل في العراق فعلى الأمم المتحدة في بياناتها في مثل هذا اليوم أن تذكر بذلك وأن تقول الحقيقة وعلى الناس أن تتذكر أنه من مزق المجتمع ووصل الناس إلى هذه الحالة جعل هناك ضغاء المثارات هم هذه هذه الطغمة الباغية الكسيحة المجرمة التي تحكم العراق مع الأسف الشديد يعني هذه الذكريات الحقيقة تعيد للنفس مآسي كثيرة يعني تشعل في النفس مآسي كثيرة الحقيقة مع الأسف الشديد جامع سارية في مثل هذا اليوم 22 آب أيضا قتلوا الناس من عنده طالعين من الصلاة لأنهم فقط من السنة وطول عمر الشيعي والسنة عايشين سوى بيوتهم مع بعضهم لم يحصل هذا قرى كاملة هجرت لأنها سنية مدن كاملة جرف الصخر مدينة جرف الصخر كلها كلها هجرت لماذا ولا يعدوها وكثير من عدها هذا كل بسبب الفكر الطائفي الذي يريد أن يمزق الشعب ويمزق هذا المجتمع ويضعفه كلما جئت بالفكر الطائفي كلما ضعفت البلد ودمرته هذا وعلى الحال معلسى في الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة